اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات المحاسبة المالية هنكلم سنة كامل نهاردة يا ولادة هنكلم سنة تالتة شعب التسويق هنكمل شركتنا المساهمة هناخد اخر جزء في السؤال الاول حاجة اسمها زيادة رأس المال وعلوط الاصدار انا عارف ان انتم مستنين حلقة علوط الاصدار دي من زمان عشان نقفل امتى علوط الاصدار في احتياطي قانوني وامتى نقول من علوط الاصدار لاحتياطي قانوني واحتياطي خاص انا عارف ناس كتير وانا جاي التلفزيون بيتسألني امتى نقفل في احتياطي قانوني بس وامتى نقفل في احتياطي قانوني واحتياطي خاص قلتلهم تابعوا الحلقة النهاردة على التلفزيون هتفهموها قوي طيب بس قبل ما بتدي الحلقة اولاد خلي بالكم عين فيش وقت ملحوظات كده وانا بقرأ المسألة اخلي بالي منها لما يقولي تقرر زيادة رأس المال من 3 مليون مثلاً لخمسة مليون يعني ما يديني اتنين رأس مال يقولي تقرر زيادة رأس المال من 3 مليون لخمسة مليون هل أنا أبتدي الحل بتلاتة مليون ولا بخمسة مليون ولا تلاتة ولا خمسة أمه ليه؟ هبتدي بالفرق الفرق بينهم اللي هو التلاتة ناقص للخمسة يبقوا كامل اتنين مليون برافو عليكم ويبقى لما يديني اتنين رأس مال ويقولي تقرر الزيادة من تلاتة مليون الى خمسة مليون يبقى ناخد الفرق ويقلب لكم عشان دي بتبقى موضع اسئلة كتير في الامتحان حلو طب يفرض قالي القيمة الاسمية مثلا خمسين وسعر الاصدار ستين الفرق ده العشرة خمسين وسعر الاصدار ستين الفرق عشرة ما سموش رسوم اسميه علاوة الرسوم هو هيقولي رسوم لكن لما يقولي القيمة اسمية وسعر اصدار يعني حاجة بخمسين بتتبعد الوقت بستين يبقى سعر الاصدار كام ستين يبقى فيه علاوة عشرة جليل طيب يبقى فيه ملحوظتينهم الملحوظة التالتة وركزوا معايا فيها بقى لما يديني زيادة رأس المال او يديني علاوة اصدار مفيش مؤسسين لان الزيادة والعلاوة دي بيتفحها المكتتبين يبقى تملي العلاوة ما بيتفحهاش المؤسسين بيتفحها مين المكتتبين طيب العلاوة لها كام قيد لها قيد واحد بس ايه هو من علاوة الاصدار لاحتياطي قانوني من علاوة الاصدار لاحتياطي ايه قانوني طب بيتحط فين يا مستر ايمان في الاخر لا بيتحط يا ولاد لو فيه زيادة بتحط بعد رد الزيادة طب لو ما فيش زيادة بتتحط بعد قصة الاكتتابية يعني في جميع الاحوال بتحط قبل التخصيص يعني في جميع الاحوال القده بتحط قبل ايه قصة التخصيص اللي هو ايه بقى من علاوة الاصدار لاحتياطي قانوني من علاوة الاصدار لاحتياطي ايه قانوني حلو خالص تعالوا بقى نفهم يعني علاوة اصدار وزيادة رأس المال قبل ما نخش في مسائل مع بعضين على الشاشة بيقولي زيادة رأس المال بعلاوة اصدار هيقول ايه بقى ايوة حلقة النهاردة زيادة رأس المال بعلاوة الايه الاصدار بيقولي للشركة المساهمة الحق في زيادة رأس المال المصدر حتى يساوي رأس مال المصرح به وهذا يكون بقرار من مجلس الاداري بقى هو عايز ايه بقى يزود رأس المال من مصدر لايه لمصرح به وايضا للشركة الحق في زيادة رأس المال المصرح به تاني ويكون ذلك بقرار من الجامعية العمومية وذلك مع مرعاة الشروط المنظمة لذلك عند زيادة رأس المال تصدر اسهم زيادة رأس المال لها بنفس القيمة الاسمية للسهم ويسمى سعر المساواة لو بنفس القيمة بسعر المساواة او تصدر بقيمة اكبر من القيمة الاسمية ويسمى سعر اصدار وهذا يحتوي على قيمة السهم الاسمية مضافة اليها علاوة الايه الاصدار طيب يحصل مبلغ العلاوة الاصدار معاقمة السهم عند تحصيله مرة واحدة ممكن يتحصل معاقمة السهم كله لو بمية ندفع مية مثلا وعشرة مرة واحدة لو مفيش اقصاد يعني هقول من البنك للمكتبين ومن المكتبين لرأس المال والعلاوة لو مفيش اقصاد او يتحصل معاقص اسمو قصة الايه الكتاب المبلغ المحصل بقى من العلاوة ده يتم ترحيله واضافته للاحتياط الايه القانوني بالقيد التالي اهو اذك كده هو بقى اللي احنا عايزين نطلع من الحلقة حافظينه اللي هو ايه من علاوة الاصدار الى حساب احتياطي قانوني نقوله مع بعضنا تلت مرات من علاوة الاصدار الى حساب احتياطي قانوني برافا ولو بقى من غير ما تبصوا على الشاشة من علاوة الاصدار الى احتياطي ايه قانوني سامع ولد شاطر ممتاز قال لي خلاص حافظته يا مستر ايمان ما تكررش كتير من علاوة الاصدار لاحتياطي ايه قانوني طيب افرد بقى زاد عن نص رأس المال يعني يا مستر ايمان زاد عن نص رأس المال يعني لما اخد مبلغ العلاوة وحطه على الرصيد احتياطي قانوني لما اخد مبلغ العلاوة وحطه مع الرصيد لقيته ازياد من نص اكبر رأس مال اشيل الباقي ده في احتياطي خاص وهتضرب عليها في الحلقة كتير جدا معلش انا عارف ان انا هتعبكم معايا اكتبوا ورايا الكلام ده على طول في كاشكولك وقلمكم يلا ada yang yasr رصيد الاحتياطي القانوني الى ما يسمى نصف رأس المال اهب معايا الشاشة والزيد ده يفتح بها احتياطي اسم احتياطي خاص علاوة الايه الاصدار will comebest القيد التالي يبقى القيد ممكن يتغير بقى يبقى مش زي ما قلناه من شوية من علاوة الاصدار الاحتياطي قانوني ممكن يبقى من علاوة الاصدار الى مذكرين احتياطي قانوني واحتياطي خاص بعلاوة الايه الاصدار اذا لم يذكر في التمرين خلي بالكم الملحوظة دي الاحتراط القانوني القديم يرحل علاوة الاصدار بالكامل الاحتراط القانوني على افتراض ان انا لم نصل لنصف رأس الايه المال اللي بيه الايه الزيادة حلو تعالوا نعمل مثال مع بعضينا بقى بيقول لي ايه في واحد سبعة عشرين اتنين وعشرين يعني من كم شهر كده ايه اللي حصل بقى الشركة عايزة تزود رأس مالها فبدل ما تاخد الكمى الاسمية تبيع السهم بنفس الكمى الاسمية يا لو بمية وبعته بمية يبقى ده اسمه كمى اسمية مساوية اسمها كمى اسمية ايه مساوية لكن لو بمية وبعته مثلا بمية وخمسة بمية وعشرة بمية وخمستاشر بيتسمى سعر اصدار يبقى لو لو اتبع بازياد من ثمنه بيتسمى سعر ايه اصدار الفرق ده بيتسمى ايه يا ولاد علاوة اصدار علاوة ايه اصدار طب إمت يا مستر أيمن أقول من البنك للمكتبين وإمت أقول من البنك القسط اللي اكتتابي لو في المسألة أقصط يا أولاد لكن لو ماش في المسألة أقصط أقول من البنك للمكتبين ومن المكتبين إلى مذكورين تعال نرجع للمسألة بقى بيقولي في 1-27-22 قررت الجمعية العمومية الغير عادية لإحدى الشركات المساهمة زيادة رأس مالها من 5 مليون ل 6 مليون هناخد الخمسة ولا الستة ولا الخمسة ولا الستة هناخد الفرق بينهم اللي هو المليون وذلك بإصدار 20 ألف سنة قيمة اسمية 50 جنيه وسعر إصدار 60 جنيه على أن تسدد القيمة على أقصط ولا مرة واحدة برافو مرة واحدة وترحت الأسهم للاكتتاب العام وتم الاكتتاب في 21-27 وسددت القيمة في بنك الشركة المطلوب إجراء قيود اليومية تعالوا مع بعضنا أولاد نعمل المسألة يلا زي ما تعودنا ورق أو ألم ونكتب مع بعضنا المسألة يلا مع بعضنا أولاد رأس المال كه رأس المال أولاد هناخد الخمسة مليون ولا الستة مليون هنكتب خمسة مليون دي ولا الستة مليون هناخد الفرق من خمسة الستة يبقى كام مليون يبقى ناخد الفرق بينه من خمسة مليون دي ستة مليون يبقى الفرق كام مليون برافو عليكم طب الكمة الاسمية كام هو مديني الكمة الاسمية خمسين جنة وسعر الاصدار كام سعر الاصدار ستين حاجة بخمسين بعناها بستين يبقى فيه فرق عشرة جنيئة هيا أولاد هنسميها ايه علاوة اصدار سمع بنت بتقول لي ما سمتهاش رسوم ليه عشان ده سعر اصدار الرسوم بيقول لي رسوم طيب انا عندي رأس المال وعند الكمة الاسمية بنا بطلع عدد الاسم هنقسم المليون على الخمسين يطلع عشرين الف سنة فيه مؤسسين ولا مفيش مفيش عشان فيه علاوة يبقى العشرين الف خدوهم من المكتتبين والحمد الله ما عطانيش زيادة ولا اي حاجة طيب كده هنعمل كام قد يا مستر ايمن هنعمل من البنك للمكتتبين ومن المكتتبين الى مذكورين رأس المال والعلاوة وكد العلاوة يبقى من العلاوة لاحتياطي ايه قانوني بقى نعمل كام قد تلاتة يلا نعملهم مع بعضنا اولاد هنسطر مع بعضنا التلات قيود زي ما انتم متعودين معايا يلا من حساب البنك الى حساب هنكتب قصة الاجتتاب ولا المكتتبين هنكتب المكتتبين على طول يبقى المكتتبين طيب ليه مستر ايمن ما كتبتش قصة الاجتتاب عشان دي مش اقصات ياولاد كنا ننسى ونكتب قصة الاجتتاب لكن احنا كتبنا المكتتبين واكتتاب فيه هما اكتتبوا في عشرين الف اضرب في الخمسين ولا في الستين ممتازين اضرب في الستين بقى مليون ومتين الف القد اللي بعدين هقول ايه من حساب ايه معايا بعضينا كده هنقول كده اولاد من حساب المكتتبين الى مزكورين ايه هما رأس المال وحلقة النهارده اللي هي علاوة الاصدار هنضرب العشرين الف هنا في كام وهنا العشرين الف في كام عشرين الف هنا في خمسين وهنا في عشر هنا بمليون وهنا بمتين الف يبقى مليون ومتين الف حلو خالص في قد تالت يا مستر ايمن ولا ما فيش قد تالت في قد تالت ياولاد اللي هو قد ايه يا مستر قد العلاوة يلا نعمله مع بعضنا يا مستر ايمن قد العلاوة اهو هعمله لكم كده من غير مسطر عشان يعمله يبقى من حساب ايه علاوة الاسدوف الاحساب ايه برافو احتياطي قانون طب ممكن اقول احتياطي قانوني واحتياطي خاص لو فيه رصيد واشوف العلاوة هتزيد لما حطها هتزيد عن نص رأس المال ولا واقول اقفال العلاوة في احتياطي قانون هما كانوا عشرين الف والعلاوة بعشرة يطلعوا كم يا مستر ايمن متين الف نقول القدة تاني معلش كده من علاوة الاسدار الاحتياطي ايه قانوني ونضرب عشرين الف في كام في عشرة يطلعوا بكام بمتين الف تعالي اعمل مثال تاني بقى فيه اقصات يولد يلا معايا معايا ع الشاشة بقى بيقول لي ايه في واحد اربعة عشرين اتنين وعشرين ايه اللي حصل بقى قررت شركة زيادة رأس المالها من اتنين مليون لتلاتة مليون هناخد اتنين مليون ولا التلاتة مليون ولا الاتنين ولا التلاتة انا اخد الفرق اللي هو مليون بقيمة اسمية عشرين جنيه وعلاوة اصدار خمسة جنيه يبقى القيمة الاسمية عشرين وعلاوة اصدار خمسة وترحت للاكتتاب العام على ان تسدد على اقصات اتناشر جنيه قسط اكتتاب يشمل العلاوة يعني القسط بسبعة والعلاوة بخمسة وتمانية جنيه قسط تخصيص وخمسة قسط اول وايه واخير وبلغ المحصل من قسط الاكتتاب سبعمية وعشرين الف جنيه وتم توزيع بين المكتتابين بالتناسب وردت الزيادة الاصحابة وفي عشرين اتنين طلبت الاقصات وسددت في موعدها معادة مسام اسمه محمود تأخر عن سادات قسط الاخير بس ده كان مخصص يبقى جاهزة الف سام المطلوب كيود اليومية علما بان رصيد احتياط القانون من ديني رصيد علما بان رصيد احتياط القانوني قبل الزيادة بمليون وكام وتلتمية الف طب لما يديني رصيد احتياط قانوني يا مستر ايمن هعمل ايه لما يديني الرصيد هجيب العلاوة وحطه مع الرصيد ازا زاد عن نص اكبر رأس مال يبقى في احتياط خاص تاني هجيب العلاوة وحطها مع الرصيد يبقى جيب العلاوة واجمعها مع الرصيد لو طلع ازياد من نص رأس المال يبقى في احتياط خاص تعال لخص المسألة مع بعضنا كده ولاد بقى واحدة واحدة ونحلها مع بعضنا انا شايف بنت قامت جابت ورقة وقلم وبتكتب معي يلا رأس المال هناخد اتنين مليون ولا تلاتة مليون خلاص يا مستر ايمان لما يدينا اتنين رأس مال هنترحم من بعض وناخد مليون انت معاكم اتنين مليون وقررت زيادته لتلاتة يبقى رأس المال هناخد الفرق بينهم اللي هو مليون القيمة الاسمية خمسين وهو مديني علاوة ياولاد علاوة اصدار خمسة جنيه والخمسين دي قسمها اتناشر اكتتاب وتمانية تخصيص وخمسة اخير بس الاتناشر دي مش هنسيبها اتناشر كده سبعة القصة وخمسة العلاوة سبعة القصة وخمسة الايه العلاوة حلو انا لازم يكون عندي عدد الاسم اجيب عدد الاسم ازاي اقسم المليون طبعا انتم شاطرين عقمة الاسمية لياه خمسين يطلع عشرين الف طيب بما انكم مركزين معايا وشايفكم انتبهين اول الحلقة قدي كامل المؤسسين وكامل المكتتبين برافو مفيش مؤسسين يا مستر عشان فيه زيادة رأس ما له فيه علاوة برافو عليكم طب في المكتتبين عايز اجيب صاد يعني مصدر وعايز اجيب المكتتب فيه وعايز اجيب الزياد هم عشرين الف المصدر احطهم هنا طب المكتتب فيه ندهولي عشاشة قال لي ايه بقى اهو عشاشة اولاد قال لي بلغ المحصل من قصة الاجتتاب سبعمائة وعشرين الف جنيه سبعمائة وعشرين الف جنيه يبقى بلغ المحصل من قصة الاجتتاب سبعمائة وعشرين الف اجيب السبعمائة وعشرين الف دي اقسمة على ايه على قصة الاجتتاب قصة الاجتتاب اللي هو كام يا مستر ايمن اللي هو اتناشر يبقى لما يدالي بالجنيه اولاد اقسمة على قصة الايه الاجتتاب طيب هتطلع كام يا مستر ايمن هتطلع ستين الف يبقى بدل ما اكتبه في عشرين هيكتبه في كام في ستين ماشي يبقى في زيادة كام يا مستر ايمن اربعين الف حلو خلص تعالوا نعمل القيود هنقول ايه بقى معايا بقى كده في القيود من حساب البنك الى حساب اول قصة اسمه قصة الاجتتاب هناخد الستين الف في قصة الاجتتاب باستين الف في اتناشر بسبعمية وعشرين الف القيود التاني من قصة الاجتتاب الى مصورين ايه هم يا مستر ايمن رأس المال وعلاوة الاسدار ونضرب بقى العشرين الف في كام في السبعة والعشرين الف في خمسة ونعمل قد رد الايه يا مستر ايمن قد رد الزيادة من قصة الاجتتاب الى حساب البنك رد الزيادة اربعين الف في كام يا مستر ايمن في اتناشر باربعمائة وتمانين الف ونعمل قد العلاوة بقى يا مستر ايمن القد بتاع النهارد هنقول ايه بقى نعمل قد العلاوة عشان هو الجديد من علاوة الاسدار الى حساب احتياطي قانوني العلاوة عدد الاسهم كانوا كام عشرين الف ضربناهم في كام يا مستر ايمن في قمة العلاوة اللي هي عشرة طلعب كام في خمسة طلعب مئة الف من علاوة الاسدار الاحتياطي ايه قانوني يبقى من علاوة الاسدار الاحتياطي قانوني عشرين الف في خمسة بكام بمئة الف جنيه حلو خلص ونعمل قسط التخصيص ونعمل قسط اول وايه واخير تعالى نعمل تمرين بقى كده بس فيه اختيارات يعني اختيارات وممكن في الامتحان يا مستر ايمن يجب لي اختيارات اه ركزوا معايا بقى فبيقول لي ايه اختار الاجابة الصحيحة من الاجابات التالية موضحا سبب اختيارك في كل حال مش اختار بس يا ولاد ده انا لازم اختار واعرف سبب الاختيار ايه فقال لي قررت شركة زيادة رأس مالها فاصدرت اربعين الف سنة القيمة الاسمية كان خمسين جنيه بسعر اصدار ستين وقال لي تلاتين جنيه قسط الاجتتاب وعشر قسط تخصيص وعشرين قسط اول واخير وبلغت حصيلة الاجتتاب اتنين مليون وربعمائة الف جنيه وردت الزيادة طب قيمة العلاوة كانت تعال انت قبل اول نلخص المسألة هاولد بص هاولد شركة مساهمة قررت زيادة رأس مالها فاصدرت اربعين الف سنة مبعادة الاسهم اربعين الف كوما اسمية كان كوما اسمية خمسين سعر الاسدار سعر الاسدار ستين كوما اسمية خمسين سعر الاسدار ستين يبقى فيه فرق ما منهم من الستين للخمسين يبقى فيه عشرة جنيه على ستاوت اصدار طيب حد فاكر رأس المال باجيبه ازاي ابراف عليكم اجيب رأس المال هضرب الاربعين الف في الخمسين ولا الستين في الخمسين ها مستر في الكومة الاسمية تطلع اتنين مليون رأس المال هو اسم الخمسين دي اولاد تلاتين اكتتاب وعشر تخصيص وعشرين اول واخير التلاتين دول ها يبقوا عشرين والعشر بتاعت العلاوة طيب انا عندي عدد الاسم عشرين الف في مؤسسين ولا ما فيش فيش ما فيش ليه عشان فيه علاوة برافو عليكم وانا في المكتتبين بعمل صوت وكيف وزين عدد الاسم عشرين الف هو قال لي تم الاكتتاب في اتنين مليون وربعمائة الف اقسمهم على قسط ايه الاكتتاب قسط الاكتتاب بكم يا مستر ايمن بتلاتين ماشي يبقى عدد الاسم المكتتب فيها يطلع كام يا مستر ايمن 80 يبقى فيه زيادة كام يا مستر ايمن وعدد الاسم 40 ياولاد عدد الاسم 40 يبقى المصدر 40 او عدد الرئاسة ما هم يدوم لي 40 ألف حطيت 40 ألف والمكتتب فيه طلع 80 يبقى فيه زيادة كام 80 طيب تعالوا نعمل الاختيارات بقى بيقول لي ايه في الاختيارات العلاوة بعشرة ولا بعشرين ولا بتلاتين تعال على الشاشة معي العلاوة بعشرة ولا بعشرين ولا بتلاتين قال لي العلاوة هتبقى بعشرة جنيه طب ليه مستر عين لانا كنت السهم خمسين ولما اجمع الاقصاط تلاتين زائد عشر زائد عشرين هتساوي ستين بقى ستين نقص خمسين بتلعت بكام بعشرة جنيه طيب عدد الاسهم المكتتب فيه انا لسه جايبها تلاتين ألف ولا خمسة وسبعين ألف ولا تمانين ألف هنختار انا فيهم هنختار التمانين ألف طب ليه بقى هنجيب عدد الاسهم المكتتب فيها طلعت تمانين جات ازاي جبت حصيلة الاجتتاب اللي هي اتنين مليون وربعمائة ألف اسمتهم على قصة الاجتتاب اللي هو تلاتين طلعوا تمانين ألف طيب ازا كانت حصيلة قصة التخصيص تلتمية وتسعين ألف جنيه يكون عدد الاسهم المتأخرة كام هو مديني حصيلة قصة التخصيص طيب اعمل ايه لما يديني حصيلة قصة التخصيص هيطلع خمسمية ولا ألف ولا ربعمائة تعال نشوف الأول هنقسم على قصة التخصيص يا أولاد يعني عدد الاسهم المتأخرة فيها طيب جمع ازاي هنضرب أربعين ألف في عشرة يطلع بربعمائة ألف المفروضة لما ربعمائة ألف أنا لميت تلاتة مليون تلتمية وتسعين ألف يبقى في عشرة تلاف جنيه متأخرة والقصة بعشرة يبقى عشرة تلاف على العشرة يطلع قصة التخصيص بألف يبقى هنختار ايه ألف سهل طيب ازا تأخر مساهم عن قصة أول وأخير وكان مكتتب في ألف وخمسمية هيكون المتأخر عليه ايه احنا قلنا لما يكون مكتتب لازم نجيب له كلمة ايه مخصص هنضرب بقى هنشوف بقى المخصص كام ونضربهم في القصة عشان نعرف متأخر عليه كام يبقى تاني لما يديني مكتتب هنجيبها ازاي هناخد العدد الأسهم المكتتب فيها ونضربهم في صاد على كاف عشان نعرف تأخر في كام ونضربهم في ثمن القصة فهو كما تأخر في ألف وخمسمية هنضربهم في صاد على كاف اللي هي أربعين ألف على ثمانين ألف تطلع سبعمائة وخمسين أضرب السبعمائة وخمسين في عشرين تطلع بكاما مستر ايمن بخمسة عشر الف. طيب. تعا نعمل المسال تاني بقى اولد. بيقول لي ايه? ممكن نكتب مع بعضينا المسال دوت. هنكتبه كده مع بعضينا. خلي بالكم المسأل ده. في بقى رسوم الاصدار بتاعة الحلقة اللي فاتت كمان. يبقى هنعمل الرسوم ونعمل العلاوة عشان نبقى شاملنا البابين وكل الجزء الاولاني بتاع الشركة. فبيقول لي الشركة مساهمة ميت الف ساهم. نركز في المسألة دي شوية معلش. قيمة الاسمية كان عشرين جنيه. تسدد على اقصاد. سبعة جنيه قسط الاجتتاب يشمل رسوم الاصدار. وعشرة جنيه قسط التخصيص. وخمسة جنيه قسط اول وايه واخير. وقال لي بلغت حصيلة الاجتتاب تسعمية وعشرة الف جنيه وردت الزيادة. وبلغت مصاريف التأسيس. اربعمائة الف جنيه بشيك وتكرر استهلاك على كم سنة? على اربع سنوات. المطلوب اكمال الناقص. عايز رسوم الاصدار كام? وعدد الاسهم المكتتب فيها كام? وقيمة الزيادة كام? وقيمة استهلاك مصاريف التأسيس. يبقى هو عامل ايه? كي يبلي كم حاجات بيانات وبيقول لي كم مالة. طيب. نكتب بقى اولاد مع بعضينا كده? عشان نعرف نختار. هنقول رأس المال كام? هو مش مديني رأس المال. مش مده لي. طيب مديني عدد اسهم. عدد اسهم كم سهم يا مستر? ايما ميت الف سهم. القيمة الاسمية عشرين. هو وزع لعشرين دولات. سبعة اكتتاب. وعشرة تخصيص. وخمسة اول واخير. طيب. هي الرسوم كام? هي القيمة الاسمية كلها عشرين اولاد. طب دولا مجموحهم اتنين وعشرين. يبقى الرسوم بكام? برافو عليكم الرسوم بتتنين جنيه. طيب. يبقى السبعة جنيه دي. عبارة عن ايه? خمسة قصد. واتنين الرسوم. عرفت جبت الرسوم من اين? ما دولا اتنين وعشرين. والقيمة الاسمية عشرين. يعني الرسوم. هم. القيمة الاسمية اتنين وعشرين. يعني الاقصاد باتنين وعشرين. وهي بعشرين يبقى فيه رسوم كام اتنين جنيه. حلو. عدد الاسهم ميت الف. سهل. ما قليش مؤسسين. فيه مكتتبين ميت الف. ده المصدر. المكتتب فيه تسعمية وعشرة الف. طيب تسعمية وعشرة الف. يعني المكتتب فيه. يبقى هاقسمهم على قسط الاجتتاب يا مستر ايمن. هتطلع كم? هاقسمي تسعمية وعشرة الف. ده المكتتب فيه. هاقسمه على قسط الاكتتاب. على السبعة ولا على الخمسة على السبعة. تطلع مية وتلاتين الف. اهي. يبقى المصدر مية. وهم المفروض يكتتبوا في مية. يكتتبوا في تسعمية وعلى ششر الف جنيه. فعشان كده اصمتهم على قصة الاكتتاب. هتطلع الزيادة كام سبعين تلاتين الف. دي الزيادة. ما انا قسمت على السبعة تلعهمية والتلاتين يبقى هنا فيه تلاتين الف ايه زياد. حلو. بنرجع لمسألاتنا. طيب. مصاريف التأسيس بكام يا مستر ايمان? مصاريف التأسيس. في المسألة نفسها ولا يد على الشاشة بيقول لي ايه? بلغت مصاريف التأسيس ربعمائة الف جنيه. وسددت المؤسسين بشيك وتكرر استهلاك على كام سنة? اربع سنين. يبقى مصاريف التأسيس بربعمائة الف. طب في رسوم اصدار? اه. بنضرب عدد الاسهم في الرسوم. عدد الاسهم كام يا مستر ايمان? مئة الف. في الرسوم بكام باتنين جنيه بقى امتين الف. طب اعرف اجيب استهلاك مصاريف التأسيس? قال لي اه. اجيبها ازاي بقى? اجيب اللي اربعمائة الف اللي هما مصاريف التأسيس. اطرح منها مئتين الف بتاع رسوم الاسدار. واقسمها على عدد السنين للاربعة. باربعمائة الف نقص مئتين الف. بخمسين الف بمتين الف على الاربعة. تطلع خمسين الف. عشان يقول لي اللي استهلاك. تعالوا بقى نعمل الاختيارات. قيمة رسوم الاسدار. من عشاشة بقى. قيمة رسوم الاسدار. وعايزين عدد الاسهم المكتتب فيها. وقمت الزيادة بس مش بالفلوز. ايا بالزيادة تلاتين الف بس. بالجنيه بقى نضربها في قسط الايه اللي اكتتاب. والاستهلاك اللي احنا جبناه. تعالوا. عايز اجراء كود اليومية لاثبات سادات. مصاريف التأسيس. وترحيل رسوم الاسدار. واستهلك مصاريف التأسيس. يعني عايزين نعمل الاكمل دول يا ولاد. ونعمل اخر تلات كود في مصاريف التأسيس. يلا نعمل معنا الحل بقى. رسوم الاسدار هتطلع بكام باتنين جنيه. طب جبتها منين يا مستر اين. قال لي هتجيب مجموع الاقصاط. ليه سبعة زائد عشرة زائد خمسة تبقى تنين وعشرين جنيه. طب وقمت السهم كام? عشرين. يبقى فيه فرق كام? اتنين وعشرين نقص عشرين تبقى تنين جنيه. يبقى الرسوم بكام? باتنين جنيه. طب عدد الاسهم? مية وتاتين الف. جبتها منين? لما جبت حصيلت الاجتتاب? اسمتها على قصة الاجتتاب. تسعمية وعشر الف. على السبعة طلعت كام يا مستر ايمان? مية وتلاتين الف سهم. طب هو عايزها بإيه بقى? بالجنيه. يبقى فيه زيادة تلاتين الف. طيب. هاجيب يا ازاي بقى? هجيب عدد الاسهم الزيادة في قصة الاجتتاب. يبقى تلاتين الف. في السبعة تطلع اتنين مليون ومية الف. يبقى كمت زيادة اتنين مليون ومية الف ايه? جنيه. طيب. هو عايز بقى ايه بقى استهلاك مصارف التأسيس. احنا قلنا عشان نطلع استهلاك مصارف التأسيس بنكتب القانون. اللي هو ايه? مصارف التأسيس. ناقص رسوم الاصدار على عدد السنين. تاني. مصارف التأسيس. ناقص رسوم الاصدار على عدد الايه السنين. طب مصارف التأسيس بي كان باربعمائة الف. ناقص. ميت الف في اتنين اللي هي رسوم الاصدار. على عدد السنوات العطالية كان اربعة باربعمائة الف. ناقص متين الف. على الاربعة تطلع بخمسين الف. ايه القيود اليومية بتاعتي بقى بتوع مصاريف التأسيس ثلاث قيود. هقول ايه؟ من مصاريف التأسيس للبنك بالاربعمائة الف كلهم. من مصاريف التأسيس للبنك بالاربعمائة الف. القيودة اللي بعديه. من رسوم الاصدار لمصاريف التأسيس بكام بالمئتين الف اللي هي مضربة المئة الف في اتنين. من أرباح وخسائر الملخص الدخل المصارف التأسيس بالخمسين ألف جم منين جبت اللي ربعمية نقص المتين طلع متين أسمتهم على الأربعة طلعوا كام خمسين ألف تعالوا نعمل مثال تاني أولاد بس بعد إذنكم نركز في المثال دوت عشان أنا هعملكم مع العلاوة كمان تأخير يبقى مش هكتفي بالعلاوة بس هنقفل العلاوة في حيثات قانوني ونشوف حد من المساهمين اتأخر وسدد لو سدد بنعمل قيت ولو بيع بنعمل كام قيت بعد إذنكم نعمل مع بعضين المسألة دي نكتبها واحدة واحدة فبيقول لي إيه أصدرت إحدى الشركات المساهمة خمسة وسبعين ألف سهم بعدد الأسهم خمسة وسبعين ألف سهم الكلمة الإسمية أربعين خمسة وعشرين قسط اكتاب وخمستاشر قسط تخصيص وخمسة قسط أول وأخير وقال لي تم الاكتتاب فيه مئة واربعين ألف من الأسهم المصدرة وردت الزيادة الأصحاب طلبت الأقصاط وسددت في مواعدها معدمه سهم اسمه الزرقاني واحد اسمه الزرقاني تأخر عن قسط الأخير وكان مكتتب حطه خط تحت كلمة مكتتب في ألف وربعمائة سهم قلنا مكتتب هنجيب له المخصص هنضربه في المصدر عن مكتتب فيه يبقى لما بديني مكتتب يبقى خلي بالك هو مديني علاوة بكام يا مستر أيما مش قايل لي طب هجيبها ازاي ما وقال لي كلمة الإسمية أربعين أجمع الأقصاط يا أولاد هجمع قسط كتاب خمسة وعشرين وقسط التخصيص خمستاشر وقسط أول وأخير خمسة يبقى لو جمعت الأقصاط هلقهم خمسة واربعين وهو قال لي كلمة الإسمية أربعين يبقى العلاوة بكام برافو في ناس مركزة معاهم في الحلقة خالص يبقى العلاوة تبقى بكام بخمسة بخمسة جنيه برافو عليكم طب نرجع للمسألة بقى طلبت الأقصاط وسددت في موعدها معادة مساهم اسم الزرقاني كما تأخر في ألف وربعمائة ساعة وبيعت الشركة السهم بسعر كام عشرين جنيه وبلغت مصاريف البيع ألف جنيه وفوائد التأخير ألفين جنيه وتم تسويته عن طريق البنك المطلوب كيود اليومية وبيقول لي اختار بقى كمت العلاوة هنختار حداشر ولا عشرة ولا خمسة احنا لسه قايلين خمسة جنيه كمت العلاوة خمسة جبناهم ازاي مجموعة الأقصاط خمسة وعشرين وخمستاشر وخمسة خمسة واربعين وكما الاسمية أربعين يبقى الفرق كام خمسة جنيه طيب عدد الاسم المكتتب فيها خمسة خمسمية ولا عشرين ألف ولا عشر تلف وخمسمية ينفع اختار كده أولاد ولا لازم أحلها لازم أحلها طب هعملها ازاي هسيبكوا كده تركزوا معايا حلها ازاي مش ينفع اختار من غير محل هجيب الخمسة وسبعين ألف سه أضربهم في النسبة اللي مدها لي مية واربعين على مية يبقى جيب عدد الاسم اللي هي خمسة وسبعين ألف أضربهم في مية واربعين على مية اللي هو مية وخمسة الف اروح ونختار الاجابة مية وخمسة الف يلا معنا نختارها بقى ايه بعدد الاسهم هنختار ايه مية وخمسة الف جات منين بنجيب عدد الاسهم المصدرة اللي هي فنضربها في مية واربعين على مية عدد الاسهم المصدرة كام بخمسة وسبعين الف في مية واربعين على مية طلعت بمية وخمسة الف ايه سهم طيب كنت الزيادة بقى كنت الزيادة بالجنيه خلي بقى لكم هي الزيادة بالفلوس 30 ألف طب احنا عايزين نعرفها بالفلوس نضربها في قصة الاكتتاب هنختار الـ 55 ألف جنيه ولا الـ 150 ألف جنيه ولا الـ 750 ألف جنيه طبعا ما ينفعش حلها كده بالنظر لازم احلها حلها ازاي اقوله قيمة الزيادة هتطلع 750 ألف جات منين اضرب الزيادة اللي هي 30 ألف سه في قصة الاكتتاب اللي هو كام 25 جنيه تطلع 750 ألف جنيه طيب المساهمة المتأخر ده مدين بـ 12 ولا دايم بـ 12 مدين يعني جيه فوق بـ 12 ألف ولا دايم يعني جيه تحت بـ 12 ألف ولا لا شيء مما سبق ينفع اخطار من غير محل لا احل احل ازاي بقى اولاد بص هو هتطلع في الاخر دايم بـ 12 ألف بس جات ازاي هنجيب الاول المخصص للمساهم وكان قيل مكتتب يبقى يضرب الـ 1400 سهم فيه كام 75 ألف على 105 ألف هيطلع الراجل دا تأخر في ألف سهم طيب اجيب ثمن البيع ازاي اضرب الـ 1000 في 20 يبقى بـ 20 ألف الـ 1000 في 20 بـ 20 ألف طب هو كان متأخر فيه في قصة أخير لما الـ 1000 في 5 وعليه مصاريف بيع بـ 1000 وفواق التأخير بـ كام بـ 2000 أجمعهم بيطلعوا بـ كام بـ 8000 5000 وـ 3000 8 والمفروض ليه 20 ألف يبقى له كام يبقى له تمى 12 ألف جنيه بقى هنختار المدين ولا الداين يبقى نختار لايه الداين أبو 12 ألف طيب كيود البيع بقى كيود البيع بتوع المساهم المتأخر وعايز كيود البيع وتسويت حساب المساهم كيود البيع اتفقنا قام قيد 3 نقولهم مع بعضين من حساب مصاريف البيع لحساب البنك ونجيب الـ 1000 جنيه موجودة في المسألة من مصاريف البيع للبنك 1000 جنيه الكيود اللي بعديه من حساب البنك جبناها ازاي الـ 1000 في 20 الـ 1000 اللي هي المخصصات في 20 يبقوا بـ 20 1000 جنيه نضرب بعد كده الى مزكورين الـ 1000 في 5 بـ 5000 ومصاريف البيع وفوائد التأخير طرحتهم يبقى المساهم بقى له كم 1000 يا مستر ايمن 12000 اروح قال القدر اللي بعديه من المساهم المتأخر للبنك تعني اعمل مسألة جايز ما نلحقش نحلها ولاد بس نلخصها مع بعضين بسرعة ونحلها ان شاء الله في الحلقات الجاي بس نقولها بسرعة وهسيبها لكم على الشاشة كده عشان انتو تحلوها وتبعت والي على الشاشة بيقولي شركة قررت زيادة رأس مالها من 3 مليون لـ 4 مليون هناخد 3 مليون ولا 4 مليون مش هناخد لـ 3 مليون ولا ناخد 4 ناخد الفرق لما بيقولي زيادة رأس المال من كذا لكذا ما بناخدش ولا الاولان ولا التاني بدل قال من الى انت معاك 30 جنيه بابا قال لك هخلهم لك 40 هيديك 30 ولا 40 ولا يديك العشرة هيديك العشرة يبقى لما يقولي تقرر زيادة رأس المال من 3 مليون لـ 4 مليون من الى يبقى ناخد الفرق يبقى مليون جنيه فاصدرت اسهم لازمة كل ما الاسمية كامل السهم 50 جنيه ومعهم علاوة 5 جنيه تعال اسم الخمسين بقى قال لي 25 جنيه قسط الاكتتاب شامل العلاوة 20 جنيه قسط التخصيص 10 قسط اول وايه واخير بلغ المحصل من قسط الاكتاب 600 1000 جنيه هنقسمهم على قسط ايه اولاد الاكتتاب عشان يطلع المكتتب فيه بس قال لي حجزات الزيادة هنعمل الحجز الحجزة مع قسط الايه التخصيص وطلبت الاقصاط وسددت في معدم عدم وسام اسمه عبد الرحمن تأخر عن قسط الاول والاخير والحمد لله كان مخصص مخصص ايه جاهز بديني رصيد احتياطي قانوني مليون ونص قلنا رصيد احتياطي قانوني ده هنعمل بيه ايه لما نجيب العلاوة نحط عليها الرصيد لو زاد عن نص اكبر رأس مال في التمرين ايوة هنعمل احتياطي ايه خاص انا كده سبتلكم المسألة تحلوها وتبعتها لان شاء الله على صفحة البرنامج انا بشكركم على انتباهكم طول الحلقة وبشكركم على ان انتو بتكتبوا وراي اول بول بشكر قطاع التلفزيون اللي موفر لنا قناة جميلة ومخرجين ومعدين بيحاولوا يساعدونا واحنا قاعدين في البيت بشكر بشكرهم كلهم بشكر قطاع التعليم الفني والوزارة وكله اللي بيوفر لكم قناة ذكروا وانتو قاعدين في البيت وبشكر حضراتكم وإلى ان نلتقي في حلقة قادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته